اهلا بحضراتكم من جديد عشان تشوفوا حجم التربص بالنادي الاهلي بمبادرات النادي الاهلي باجواء النادي الاهلي حتى مع محب النادي الاهلي لان الحقيقة في بداية الحلقة المونت سعدل القيعي وهو بيتحدث عن مكاسب هذا السلساء وقدي ايه كانت المسائل شديدة الاهمية سواء في مكسب النادي الاهلي في برج العرب وتأهلوا او اطعوا مشوار مهم جدا في دوري ابطال افريقيا اللي بازن الله يتعزز بالتأهل ثم الاشارة الى الاجواء الايجابية التامة التي سادت في علاقة النادي الاهلي مع المستشار التركي الالي الشيخ والحديث كان من قبل المهندس عدل القيعي عن هذه المبادرات المتبادلة وهذا الاحترام المتبادل اللي تجلى في مدخلة المستشار التركي الالي الشيخ واعقبها مباشرة بيان النادي الاهلي ثم الاشارة الى ان النادي الاهلي كان عنده بيان مهم جدا في خلال كلمة الكابتن محمود الخطيب اللي سبقت مباراة الاهلي مع تاونشيب في وقت دي هذه المبادرة او هذه الكلمة من الكابتن محمود الخطيب كان لها الدور المهم جدا في حث جماهير النادي الاهلي على المزيد من الوعي على المزيد من الايجابية على المزيد من المسئولية في احترام كل الاطراف ثم مساندة الفريق بكل هذا الهدوء وهذا الالتزام هذه التعبيرات اللي صدرت من المهندس عدل القيعي اشار فيها الى انه بعد كل هذه البيانات المتبادلة وهذه المواقف المسئولة وتهدئة مطلوبة واشار الى مكاسب السلساء اللي وصفوا بانه السلساء التاريخي ثم اشار الى انه بعد هذه المبادرات قال المهندس عدلي وبعد كده الناس اللي اعتذرت اعلاميا قبلن اعتذارها وكان يشير بمنتهى الوضوع الى انه بعد هذه المداخلة من المستشار تركي قال الشيخ اعلن بعض الزملاء الاعلاميين اعتذارهم للنادي الاهلي عما صدر في برامجهم من تجاوزات في حق الاهلي وانا عارف انه كان بيشير الى لا وتحديدا من غير وتحديدا هو اللي حصل بالامس ابو المعاطي زاكي لا انا مسمعتش الاستاذ ابو المعاطي لكن انما انا سمعت الاستاذ عبد الناصر الزيدان وهو يعتذر ويقول انا بعتذر وعند الشجاعة وقلت ان دي شجاعة وقال انا بعتذر النادي الاهلي وعضاء النادي الاهلي وجمعير النادي الاهلي ومجلس ادارته حتى ما ذكرنيش بالامس بالقس لما أنا صحيت الصبح لقيت الناس كذبة بوصل أنه بيعتذر كمان للمؤادس عدل القيعي وأياده في هذا كان على التليفون الأستاذ أبو المعاطي فأنت قلت النهاردة أنا ذكرت الاعتذارات دي أن أنا بقبلها وبيجي أن أتكون صادقة يعني لأن الإساءات ما كان لها مبرر أنا أتحذر في هذا الإطار أما الشغل الكبار مع بعضهم إحنا لم نتناوله غير بالتثمين وبالتقدير وأن هذه مواقف مسؤولة من رجال كبار يراعوا المصلحة العامة يعني محدش يستطفل الماء العكر بقى ويروح يبلغ ويروح يعمل لأن مش هينجحوا برضو في هذا والله كل التقدير لما تم وأيضا لازم حنكشف الناس اللي عملت استطفل الماء العكرة دي هي علاقة يرام بالمجرد ما قلنا حنستطفل الماء العكر هنكشفهم ما سنوش نص ساعة زي العصفير على طول شغلتهم شغلتهم أنت وصفتهم من يقتاتوا على الخلافات لكن الفيديوهات موجودة وكل حاجة موجودة طيب هي يعني فكرة الصيد في الماء العكر أو من يعتقدون أنه عكر دي مسألة أعتقد حتى العامة من الجماهير بتقدر تكشفها سريعا وأعتقد أننا عندنا من المسؤولين أننا ندرك صحيح يعني إيه يعني إيه التعامل الأطراف المسؤولة الأطراف المسؤولة وتعامل مع الكبار إزاي صحيح إنما هو تربص تربص بالعلاقة تربص بالنادي الأهلي تربص بملك وكتابة لأنه أنا عارفي إحنا عارفين كويس أنه البرنامج عند كثير من الزمل الإعلاميين مؤكد أنه لا يروق ليهم باستمرار ملك وكتابة الزمل الإعلاميين عارفين أنه منهج ملك وكتابة هو المراجعة على كل ما يقدم من مواد إعلامية في مختلف البرامج يخص النادي الأهلي وده ملهج ملك وكتابة وده خطه الدائم فبالتالي من الطبيعة أنها تلاقي دايما وأبدا ملك وكتابة في مرمى الهدف لمثل هؤلاء الزملاء اللي إحنا دايما وأبدا بنشدهم وبنطلبهم فقط بالمعايير المهنية لا أكثر ولا أقل أنت بتتكلم على النادي الأهلي بالناقش الرأي ودايما وأبدا كان حتى موقفنا السابت أنهنا بالناقش مقيل ما كتب وليس من كتب أو من قال يعني بنا تعرض للمكتوب وليس للكاتب بالظبط فده منهج إحنا عارفين أنه لا يروخ لكثير من الزملاء الإعلاميين من هو أيضا البحث عن صيد في ماء يظنوه عكرا أتمنى أن تكون وضحة الصورة ترجمة نانسي قنقر